افتتح سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية اليوم الملتقى الشبابي الخليجي الأول للمسؤولية الاجتماعية بحضور سعادة السيدة روان بن نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب والذي نظمته الجمعية البحرينية للمسؤولية الاجتماعية بمشاركة عدد من المؤسسات المعنية والشخصيات الاجتماعية بهذه المناسبة أكد وزير التنمية الاجتماعية أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها شريكا أساسيا ومساندا للجهود الوطنية مشيدا بالمبادرات المجتمعية التي ينفذها هذا القطاع التنموي وأوضح سعادة وزير التنمية الاجتماعية أن الملتقى يمثل منصة للحوار البناء وتبادل الرؤاح لكيفية تفعيل دور الشباب في المسؤولية الاجتماعية من أجل تاحة الفرص أمامهم للمشاركة نحو دعم الاستدامة والتطور الاجتماعي والاقتصادي ويهدف الملتقى الشبابي الخليجي الأول للمسؤولية الاجتماعية إلى نشر ثقافة مفهوم المسؤولية الاجتماعية بين فئة الشباب وتسليط الضوء على مؤشراتها وأولوياتها التنموية والممارسات الهادفة للمساهمة في التنمية المستدامة في إطار الشراكة المجتمعية